ليه دلوقتي بالذات بتجد ان احنا عايشين في وحشة شديدة قوي 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 لان احنا بنحن نفسنا من نعمة الأنس لما بيطول تلاهين عن أحبابنا احساسك بالأنس بيكون لما تكون حاضر عارف يعني ايه حاضر؟ مش منتاخد غياب من البيت وانت جوا البيت مش منتاخد غياب من الأعداء وانت جوا الأعداء مش منتاخد غياب من الشغل وانت جوا الشغل لأ حاضر مع أحبابك مع أولادك مع أهلك اه صحيح الحياة سريعة وملينة بالمشاغل لكن الحضور مع أحبابك مش محتاج على فكرة وقت ولا مجود زي ما انت متصوره ومحتاج حقيقة واحدة بس ان انت تكون حاضر حاضر ولو عشر دقائق اللي هم ساعات بيتكلموا عنه اللي بيسموه الكواليتي تايم اللي هو وقت مليان عشر دقائق مليانين ونس ليك وليهم على فكرة الوانس زي ما بتونس انت بتتونس محتاجين نرجع للزيارات العائلية زي زمان محتاجين نتقابل نتجمع نتكلم اه انا عارف ان السوشال ميديا الرابط المسافات على ما يبدو ظاهريا بالناس كتير بس عمره ما التواصل من خلال السوشال ميديا ادى لحد انس وانتوا عارفين ان بعد ما بيقفل للصفحة بيحس يرجع تاني يحس ان هو الوحد وهو ده اللي بيخليه يرجع تاني للصفحة هو بيتلاها مش بيتانس مش بيحصل له انس مش بيأتنس هو بيتلاها عشان ينسى ان هو وحدته ووحشته لذلك كل كل ثانية انت لازم تحس فيها بالانس لان ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لك معاني جديدة كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهم السنن اللي بيحس بيها بيحس بيها صحابه بالانس هو التفقد التفقد ده بيعمل ايه بيزهي بالانس لكن كمان التفقد بيهدد الوحشة فلما تتفقدوا قلوب احبابكم اللي حواليه هتغمرون بالايه هتغمرون بالانس ترجمة نانسي قنقر